إثبات العمل هو آلية إجماع يستخدم فيها المعدنون معالجات الحاسوب لحل التجزئات لتأمين الشبكة والحصول على مكافآت الكتل مع أن هذا يهدف إلى اللامركزية فإنه عرضة للمركزية إذا لم يضبط بالسبب تصنيع المعالجات المتخصصة A6 تنتج العديد من الشركات A6 وتتميز عن الأجهزة العادية كوحدات المعالجة المركزية CPU فهي مصممة لتعدين خوارزمية تشفير معينة لذا تتفوق بشكل كبير على الأجهزة العادية وتضبط معدل التجزئة وهذا يسمح باحتكار التعدين التي تبيع أحدث طراز A6 لأعلى مزايد أو تستخدمه بنفسها للاستفادة من التقنية قبل بيعها في السوق الثانوية قد تستخدم مركزية شركات A6 من الحكومة بواسطة اللوائح الخاصة بالطاقة الخضراء والامتثال للعقوبات لذا طورت مونيرو خوارزمية ريندوم إكس وهي خوارزمية إثبات عمل لا مركزية مقاومة لأي سيكس يحقق ريندوم إكس مقاومة A6 باستخدام تنفيذ التعليمات البرمجية العشوائي وعدة تقنيات ثقيلة الذاكرة تكمل قدرات وحدة المعالجة المركزية العامة البرامج الديناميكية والفريدة المنشأة باستخدام ريندوم إكس تثني رقائق A6 بسبب تصميم هذا الهدف الواحد كما تحبطها زيادة التكاليف عند إضافة المزيد من الذاكرة العشوائية رام منذ إطلاقه في 2019 أثبت ريندوم إكس قيمته حيث لم تشهد الشبكة أي A6 منذ ذلك الحين فضلت ريندوم إكس لوحدات CPU لذا يستطيع أي شخص يملك حاسوبا تعدين مونيرو الآن وهذا يعكس رؤية ساتوشي وحدة معالجة مركزية واحدة تساوي صوتا واحد على عكس A6 يمكنك شراء تجهيزات تعدين مونيرو من أي متجر كما يعمل جهاز تعدين مونيرو كحاسوب شخصي أو جهاز للألعاب أو نظام ترفيه منزلي أو حتى كمصدر للتدفئة خلال الشتاء زرق مونيرو دوت ORG وحمل المحفظة وابدأ في تعدين مونيرو اليوم